حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن أبي عقيل قاضي وسط عن سابقي بن ناجية عن أبي صلى مين قال مر رجل في مسجد حمص فقالوا هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت إليه فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتداوله بينك وبينه الرجال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلمين يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضية بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي عقيل عن سابق عن أبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال من قال رضية بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا حين يمسي ثلاثا وحين يصبح ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة حثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق ابن ناجية عن أبي صلى الله عليه وسلم قال أبو النظر الحبشي قال مر به رجل في مسجد حمص فقيل هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم فقام ما إليه فقال حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح رضية بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات إلا كان حقا على الله أن يرضيه حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد حدثنا بكر بن عمر عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثماني سنين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب له طعام قال بسم الله فإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلاك الحمد على ما أعطيت ترجمة نانسي قنقر